ايه الجملة اللي الهالك كابتن صباح سيئة؟ كنا باللعب جرات اسراي في ألمانيا كان الفرقة عمر أنور عبدالجليل هاني رمزي عاطف عبدالهادي مجموعة كبيرة من اللعبة الكويسة فبنلعب في الفاينال كابتن أنور سلامة اللي هو ليه الفضل الكبير عليها ربنا يدي له الصحة والعافية ربنا يدي له الصحة كابتننا وعمينا ده جد كان هو المدير الفني والكابتن صلاح حسن المساعد أنا فكرة كان برضو من الناس العظيم كان مدير كورة تاريخ لا كان في الأول بدأ في التدريب مع كابتن أنور كان هو مسكين فرقتنا يعني احنا كنا محظوظين واحد علمنا الكورة والجدعانة والتاني علمنا الجدعانة كابتن صلاح حسني وعلمك كل راجل كابتن صلاح علمنا كده فكابتن مصطفى حسين راحين يلعب جرات اسراي فاكسبناهم تحت كم سنة؟ كنا تحت الخمستاشر سنة يعني بداية ستاشر ستاشر اه لما كابتن أنور مسك وبعدين تلع الفري الأول معك مع عاجب باطلر فكابتن مصطفى حسين كسبنا ثلاثة واحد واخدنا الكاس ففرحانين قوي كانت دورة اه كانت دورة ففرحانين قوي بس المطش كان متعسر قوي اه فإحنا ناس بتحكي وبتتكلم بيقولوا دي جارة اسراي يعني لو كنا تعدين كابتن مصطفى حسين قلنا الكلمة اللي بيقولها لكل ناشي اللي هو ايه المركز التاني مخلقش للأهل انت أول لا بلاش ده بتعلمنا كلنا اه الطريق بتاعك اول انت تلعب على الاول علشان كده دي فلسفتنا في الكرة كابتن مصطفى اه فلسفتنا احنا نقلناها اللعبتنا يعني احنا الاجيال اللي اشتغلنا معاها احنا مرت عادلنا فيه لعبها كان بتعاد ثلاثة ايام في الناشئين عندنا كناهم بدنا علمهم لكن لما قلنا كابتن مصطفى حسين احنا فرحانين قوي كارتسراي و وعندهم لعبة كويسة وبطولة كبيرة اه فقلنا احنا بنقول المطش كان صعب وحتى لو عملنا حتى لو كنا تغلبنا احنا طلعين مركز تاني قالك لا المركز التاني مخلوقش الاهل المركز التاني ده اللي فيك وهيفكر فيه مش هيتوجب في النادي الاهل دي اللي علمت فيك ان شاء الله اه ان شاء الله لو تلعب لو تلعب ريال مدريب جواك احساس انك انت لازم تبقى الاول ما هو دي مشكلة النادي الاهل وليه المدربين بتوع النادي الاهلي ما بيعرفوش احيانا اشتغل في الانديه السغيرة عشان كده لانو عاوز يكسب الفرق الكبيرة متعود ان عاوز يلعب على الاول وعاوز يكسب كمان مزبوط ما هو ما كسب بيواصلك للأول احيانا انت لازم تلعب على التعادل ما بتعافش تلعب على التعادل طول الوقت انت عايز تكسب طولة فالمقولة ده كبتن بتاع كبتن مصطفى حسين أكيد تعلمه من اللي قبله واللي قبله يعلمه من اللي قبله أكيد كلنا تعلمنا وعلمهن وأجيال بتعلم أجيال فعلا أو أنت الجيل اللي قابلك بتسلم بيسلمك الراية وأنت بتسلم الراية اللي بعدك ها كان زي السباق الميت متر أو الربعمائة متر والكلام ده يمكن حتة الاحتراف الأخيرة حتة الاحتراف الأخيرة قللت عندنا الحتة دي سوية مش مركز التاني لأ أنا بتكلم على اللاعبين اللي بتجيبهم في سن أكبر بياخدوا منك فترة عبالة ما يتعلمهم يتأقلم عليها أو بالة ما يتعلمهم أحيانا أنا كلام أقولك كده دايماً بقولها أنا وأنا في النادي الأهل ما جيبش اللعيبة اللي سنترت كتير سنترت كتير فصارها بقى عشان برضو أستاذ أمشون يعرفه لأدخل فيه مجوان كتير آه يعني أنا لما أتعاقد بالذات المدفعين وحرس المرمى ما أحبش أتعاقد مع لعيبة يعني دخل فيه مجوان كتير لأنه ما تعودش ما تعودش عليها ما تبقى حاجة عادية آه آه صح بالعكس يعني أنا دايماً دي مقولة جديدة دي آه لازم أنا بفكر فيها دايماً إزاي أنا أجيب لاعب إزاي أنا أجيب لاعب ممكن يعني يكون سنتر كتير ممكن يكون هو العيب جامد أوه بس فرقة أقل ورياء آه أتظلم في فريقته وحاجة زي كده بس حتة النفسية بتاعته حتة إنه لازم تاخده تخسله من جديد بقى آه لازم بقى آه لازم آه أخسله من تاني آه أعدت في مع الناشئين حوالي كم سنة؟ سنتين سنتين وبعدين تلات الفريق الأول مين اللي بلغك وقال لك أنت هتت مرم مع الفريق الأول؟ كانت برضو أنا حياتي كلها صدف ما تقول لنا الصدف ما إحنا عايزين الصدف ما إحنا عايزيني اسمعوش الصدف دي كلها؟ يعني إحنا لو فاكرت سفريت يغوزلافيا بتاعت الفريق الأول اللي كانت فترة الإعداد وبتعمله وبتعمله مطشات ودية الصبح أيوة ورّوا بعد ذلك وبعد الذهر فيه كمان مطشات ودية اللي مش نجومي مزبوط للأقل آه آه عشان الجمهور كان بيجي كتير قوي بعد الذهر فكنت اللعيبة الأساسية أو القبار بيلعبوا الصبح فأنتو كان عندوكم أخر مطش ودي هتعملو وهتسفروا تاني يوم من ساعة ثمانية الصبح اه فأنا كابتن أنوار كان بدأ مع عجب بطلر أول فهو اللي كان بيمرنا كنت أنا أنا والأعوز المكلمة أنا كابتن أنور سلامه ورب ناديله الصحة والعافية كنت أنا بطلت كنت أنت آخر سنة ليك يا كابت بالضبط كده سنة سبعة وثمانين السنة اللي قابليها سنة اللي قابليها كنت أنت خلاص بطلت كنت طالع فالفرقة كانت رايحة فأنا أعد بالضبط الصبح كان بيمرنا الفترة دي كابتن إبراهي معه السلامة دي كابتن أنور دخل علينا اللي نخلي بالكو هنقعد معانا احتياطي حوالي سبع لعيبة من عندكم ما تتمرنوش كنا بنتمرن تمانية الصبح أه وقال أنا أقولي الأسماء فطلع ورقة من جيبه وقاعد يقولي الاسم عبدالجليل أقولي أنا اللي جاي هانا رمزي أنا اللي جاي مش عارف مين أنا اللي جاي أنا اللي جاي أنا اللي جاي حدا ما بقلش اسم ما قالش اسمي خالص كنت نقمر حسيت بإيه ساعت عيقت بقى وانتهيت وكابتن إبراهيم عبدالصمت روح روح أنا وليا صديق تاني كان اسمه براهيم حسين اللعيب معايا رحنا ماشي من التحرير اللي أنا السيارة ومنهرين ما شفتوش قدامكو بقى منهرين وبنعيق ودخلت أنا السيارة فترت بقى الله رحمه أمي عملت لنا فتار عالمي نستنا كل حاجة المهم نزلت فقلنا نروح السينما مش هنروح أما براهيم قال لي لأ تعاني تفرج على زماني رحت أتفرج عليهم رحت الساعة كام ثلاثة ونص كده فقعد في الجنينة عادي قبل الموتش هيبقى خمسة فلاقيت واحد من ورايا الكابتن أنور انت عارفوا يعني البنية بتاعته لذيذة يعني لقيت واحد قال لي أنت من أولها هتعاين بتخالف لا بتخالف ما تجيش وما تجيش قلت له يا كابتن انت مولش كابتن صلاح حسني كان واقف جمعا تعالف لما تتقابل مع كابتن صلاح حسني كابتن أمر سلامة لا ده مالهم جمعا كأنك فين واحد ينولك وحن ينولك ولو اتكلمت فكبتن صراح قال لي عارف لو لقينكش لو لقينك في الورقة انت عارف تقول له أنت اسمك أصلا مش في الورقة قال لي إيه ده اسمك يا لها مش في الورقة طب اجري خد من سالم طبعا شورت وفلمة وهتقعد احتياطي مع اللعبة بقى عدت احتياطي كان ساعتها بالصدفة بالصدفة يعني أنت رحت يا لولا زميئة كنت لو دخلت السينما ما كنتش هتيجي تحضر آه ما كنتش جيت آه والله ده حقيقة ده حصنا وامتنى عدت في الملعب فالكابتن الخطيب كان لعب الصبح شوية فالمطش كان حلو كنا باللعب الحرس الوطن السعودي أمم فقل أنا أريد ألعب شوية هيلعب ربع ساعة أخيرة فقال له فهو قايم قال له واخد معك انовых سخد معك اللي هو أنا انا انا اصلاً مرعوب وعند خطيب ومشت رحنا سخّنة فنزلنا يا ارض الملعبة الخطيب يتكلم معك ساعتها هو قال لي هتنكور ومت رايح ثنت رايح جايبها بإيدي ومندهال وقال لي أنت بتلعب برج vamتنا المهم انا سامع بقى الناس انت عارف الجمهور بتاع النادي الاهل اللي بيحضر دايما ده بيحضروا ايه ده بيحضروا الساعة تمانية الصبح بيحضر جمهور دول ما عارفلنا الناس التانية اللي بيجوا يتفرجوا مين الولد ده مين الولد ده فالناس دي تحكي لهم تقول لهم ده هدفل 16 سنة فانزلنا الملعب فانت انا في الكابتن بقى عمل كزا واحدة كده وعمل طورة فعملها نزل بعدها عبدالجليل فعمل هالي فعملها لعبدالجليل فعبدالجليل رفعها فقمت انا داخل بدماغي جون من على الثامنطاشر كرة راحت في المقص ودخلت جون داخل انا الحمام علشان اروح وكلنا هنروح ما اه اه ام لقيت الكابتن انور قال لي هات جوا السفر الرجل اللي انجليزي عايزك هتسافر معانا بكرة مين مدربة المدربة هارس جيف باطلر باطلر اه جيف باطلر اللي جيف فترة ومشي فاخدني الفريه الاول اول سفريه اللي كان